اه التواصل ما بين الرئيس وشعبه الرئيس وفئات مجتمعه وكل ده هنتكلم فيه في الحوار لكن النقطة اللي انا في رأيي انها كانت محتاجة تصبيت وربما اعلان مسبق هي فكرة اذاعة اللقاء يعني احنا حضرنا ثم دخل الرئيس في الحديث عشرة وتحدث الرئيس وعندما انتهى الرئيس من حديثه وغادرنا القاعة لالتقاط الصور التذكرية وكذا فجئنا كلنا كل الحاضرين فجئنا ان اللقاء كان مذاعا على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري هتقولولي تبدأ صح ولا غلط هقولكو من الوقتي مش عارف بس بالنسبة لي انه كان لازم يبقى معروف هتقولولي لي هقولكو علشان ليه ما يبقاش معروف يعني كان يبقى معلن انه اللقاء او الخطاب اللي حيلقي الرئيس في حضور وفد المجتمع المدني والاعلاميين والسياسيين والنواب هذا الخطاب سيذاع على الشعب عبر التلفزيون المصري وكون لازم احنا كحضرين نبقى عارفين لان السلوك والكلام والمداخلات يعني لازم تبقى معروفة علشان علشان ما يتكررش حاجة لقدر الله زي اللي حصلت بتاعة مؤتمر محطة المطار السري اللي كان عملها برسي وقت سد النهضة ففكرة دي وكمان فيه لقطة تانية بس مش عارف بقى هنتأكد منها ازاي ان فيه كلام مثار على مواقع التواصل انا ما شفتش طبعا قالك انه البث التلفزيوني انقطع قبل انتقى كلمة الرئيس انا ما شفتش ده الحقيقة ان انا كنت حاضر في القاعة انا قبل بخش دلوقتي لقيت تصريح من السيدة صفاء حجازي رئيس قطاع الاخبار في التلفزيون المصري بتقول لم ينقطع البث وانه البث انتهى بانتهاء كلمة الرئيس فانا مش عارف الحقيقة ايه اللي تم لكن اكيد صفاء حجازي مصدقة اذا لم يثبت العكس